موسيقى أهلا بكم في مرايا ملاحظة غريبة ومتكررة إذا نشط تنظيم تابع لإيران في مكان ما كان ذلك سببا لازدهار تنظيم إرهابي تابع للقاعدة أو وليدتها القبيحة داعش في تناغم شيطانيا عجيب تكررت هذه الملاحظة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان والخليج ومن قبل وجود أسماء وعناوين مثل القاعدة وحزب الله كعناوين معروفة تكررت هذه الملاحظة بتزام احتلال جماعة جهيمان الإرهابية للحرم المكي مع نشاط الجماعات الأصولية الشيعية المسلح في شرق السعودية كان ذلك عام 1979 حاليا يشكل التنظيم الحوثي الخميني في اليمن عنوان الاستهداف العسكري والإعلامي لقوات التحالف الشرعي في اليمن وفي نفس الوقت نلاحظ انبعاث النشاط القاعدي والداعشي في اليمن خاصة في المناطق المحررة في عدن والمكلة وطبعا صنعام هجمات إرهابية للقاعدة ضد الحكومة اليمنية الشرعية في عدن وضد القوات السعودية والإماراتية وغيرها من قوات التحالف في تذكير لمن كان غافلا على خطر هذه المجموعات المجرمة اليمن لمن نسي هو قاعدة للقاعدة بل وصار في لحظة معينة قبل الربيع العربي المزعوم أهم مكان للقاعدة حتى أهم من العراق وأفغانستان خاصة ضد السعودية وصار مركز تخطيط عالمي للإرهاب نشأ تنظيم القاعدة كما نعلم في المسمى بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب نشأ إثر اندماج بين تنظيمي القاعدة في اليمن وفي السعودية كان ذلك في بدايات عام 2009 بعد تشديد السلطات السعودية على ملاحقة عناصر التنظيم السعودي داخل الأراضي السعودية الأمر الذي جعلهم يلجؤون إلى الأراضي اليمنية مستفيدين من الوضع الأمني المتدهور في البلد والفوضى التي أحدثها الحوثيون في الشمال وأيضا من مطالب واضطراب الحراك في جنوب اليمن المطالب بالانفصال طبعا أشهر عمليات قاعدة اليمن قبل انضمام قاعدة السعودية لها هي تفجير المدمرة الفرنسية لينبورغ ثم الهجوم على المدمرة الأمريكية كول في أكتوبر 2000 في خليج عدن وهو الهجوم الشهير الذي أسفر عن مقتل 17 جندي أمريكي وإصابة 38 آخرين كل هذه كانت إرهاصات لهجمات 11 سبتمبر وعلى إثر إعلان اندماج الفرعين السعودي واليمني وتشكيل ما سموه قاعدة الجهاد في جزيرة العرب يعني كل الجزيرة العربية بجميع دولها قام التنظيم بعدة عمليات كان أغلبها داخل الأراضي اليمنية وفي الأراضي السعودية أيضا تمثلت أبرز عملية لهذا التنظيم بمسمى الجديد في محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأمير محمد بن نايف وقتها كان مساعد وزير الداخلية وكان ذلك في أغسطس 2009 بمدينة جدة تبنى التنظيم أيضا محاولة تفجير طائرة أمريكية في ديسمبر 2009 عندما كانت تقوم برحلة من أمستردام بهولندا إلى الولايات المتحدة قام بها كما نتذكر النيجيري عمر الفاروق قبل أن يتم إحباطها ديسمبر 2013 قام مسلحون من هذا التنظيم باقتحام مستشفى العرضي الذي يقع داخل مجمع وزارة الدفاع اليمنية وقتلوا وفجروا في منظر بشع ومرعب لا تذكره جميعا في اليوتيوب وفي مشاهد التلفزيون كان أغلب الضحايا للأسف من الممرضات والعاملين في المستشفى كان هدفهم كما قيل هو الرئيس نفسه عبد الربوهادي منصور كان وقتها نائبا للرئيس مرة أخرى نكرر أو لا العفو كان وقتها رئيس بعدما تخلى علي عبدالله صالح مرة أخرى نكرر إذا شرعت في محاربة شبكات إيران يجب عليك أن تتوقع أنبعاث شبكات القاعدة وأن تكون مستعدا لمناجزة الشياطين كل الشياطين برماح الجموح وسيوف العزيمة قاعدة اليمن ودواعشها خطر على اليمن وعلى جزيرة العرب كلها كما هو الخطر الحوثي وكل شبكات إيران الإرهابية القاعدة في اليمن تنظيم يعود بجذوره إلى تسعينيات القرن الماضي أعلن عن نفسه بتنفيذه لعمليتين مؤثرتين الأولى تمثلت باستهداف المدمرة الأمريكية يؤسس كول عام 2000 وناقلة النفط الفرنسية لنبرغ بعدها بعمين أعيد تشكيله بقيادة ناصر الوحيشي بعد هروبه بعد 22 عضوا في القاعدة من سجن في سنعاء عام 2006 وشكلت مناطق جبلية في محافظتي أبيا وشبوة أبرز معاقله مستغلا وعورة الطبيعة الجبلية وإلى جانب تنفيذه لعدد من العمليات داخل اليمن شكلت السعودية أحد أهم أهداف التنظيم الذي اختطف في عدن الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي كما خطط لعمليات إرهابية خارج حدود اليمن ومنها محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي أكثر من مرة تعرض التنظيم إلى ضربات موجعة آخرها إعلانه في يونيو الماضي عن مقتل قائده ناصر الوحيشي واختيار قاسم الريمي خلفا له لبرنامج مرايا معين السواري هو إذن وجود حقيقي وعميق وقديم الهدف منه واضح نشر الفوضى والشر في ربوع الجزيرة العربية خاصة السعودية واليمن وهذه قبضة من أثر الشيطان اشتركوا في القناة عشرات العمليات المعلوم منها والمجهول بالنسبة للمتابع العادي لخلايا القاعدة كانت انطلاقا من اليمن ضد السعودية نهيك طبعا عن التعبئة الإعلامية والدينية التي لا تتوقف كل هذه يجب أن لا تغيب عن البال كما لا يغيب عن البال هذه الكلمات وتلك الوجوه المحتقنة إنما يقوم به أخوانكم في أرض الجمن من جهاد مبارك ودى أعداء الدين والملة من اليهود والنصارى يحتاج إلى عصب الحياة وعصب الجهاد وهو المال والله قد أمر بذلك فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم وقال صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وهذا أخانا حامل هذه الرسالة ومن الثقات لدينا ذهب إليكم يجعوكم بما أمركم الله به الإنفاق في سبيله وجهاده بأموالكم طبعا هذا أحد أبرز وجوه القاعدة في اليمن الوجوه السعودية وهو سيد الشهري خطر قاعدة اليمن لم يكن موجها نحو السعودية فقط بل نحو العالم كله من الشرق للغرب من الشمال للجنوب من أمريكا لأوروبا لعواصم النور وبلاد الحريات وقد أنذركم الشيخ أسامة بلاد رحمه الله من قبل فقال إذا كانت حرية أقوالكم لا ضابط لها فلتتسع صدوركم الحرية أفعالنا فالجواب ما ترون لا ما تسمعون ولكن حكوماتكم صمت آذانها عن هذا الخطاب وكابرت وأصرت على حماية ودعم الرسامين والمخرجين والصحافيين المسيئين واليوم بفضل الله يأخذ المجاهدون بسأر نبيهم الكريم ويرسلون عبر هذه العملية أبلغ رسالة لكل من يتجرأ على مقدسات المسلمين طبعا هذا كان تبرير وتسويغ للهجوم الشهير على المجلة الفرنسية في باريس الحقيقة أن هذا وحش قبيح المنظر وسيء الطلعة وبعيس النفس له وجهان ينفثان النار والشرر في اليمن هو وجه الحوثي ووجه القاعدة كلاهما خطر على العالم كل العالم وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر الذي يزور اليابان أعرب عن أمله في إنهاء الاضطرابات في اليمن التي يستغلها تنظيم القاعدة والحوثيون لتحقيق المكاسب على الأرض ورغم تعهد كارتر بمواصلة العمليات ضد المتطرفين إلا أنه أبدى استعداد واشنطن لدعم الجهود السلمية الولايات المتحدة تدعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي في اليمن وأن يتوقف العنف هناك وفي نفس الوقت نحن نساهم ونؤيد جهود السعودية لحماية أمنها كشريك أساسي للولايات المتحدة في المنطقة حين نلفت النظر لحقيقة خطر القاعدة والدواعش في اليمن فحتى لا تضيع في الزحمة تلك الملامح الخطرة صحيح أن المخلوع علي عبدالله صالح سبق له استخدام فزاعة القاعدة ضمن ألعيبه السياسية الرخيصة داخليا وخارجيا وما قصة فتح السجون لهم للهرب بين حينا وآخر عنا ببعيد لكن يجب أن لا تحجب ألعيب صالح الرخيصة هذه حقيقة أنه ثمت خطورة عميقة وحقيقية ومتجذرة ومتجددة اسمها قاعدة الإرهاب في اليمن أو في جزيرة العرب مثلها مثل قاعدة الإرهاب الحوثي والقدر يقول أنه يجب عليك مواجهة هذين الخطرين في وقت واحد وبعزيمة واحدة وسيكون ذلك قال حكيم العرب الشاعر المتنبي وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل إلى اللقاء اشتركوا في القناة